ركزوا معايا كويس جدا في الموضوع ده لأنه يهمنا جدا وفرصة العمر فرصة كل سنة ما تتكررش ليه الله عز وجل جعل في ليلة القدر التي قال فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم صل على الحبيب من قام ليلة القدر إيمانا بالله واحتسابا إخلاصا لله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وقال أيضا صلى الله عليه وسلم عن شهر رمضان وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم لكن لما نرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عشان نعرف ليلة القدر بتكون إمتى بالضط حلق حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو بيقول لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه صلوا مع النبي احنا في أيام مباركة بلاش بوخ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلينا ليخبرنا عن ليلة القدر أي ليلة هي فتلاحى رجلان من المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم إني خرجت أخبركم عن ليلة القدر أي ليلة هي فتلاحى فلان وفلان فرفعت يعني أنسيتها خلاص نسيت هي في أنه ليلة بالضط ولعل وعسى أن يكون خيرا عسى أن يكون خيرا إن نحن ما نعرفش ليلة الأدر إمتى علشان نكتهد ونتقرب إلى الله عز وجل في العبادة في العشر الأواخر كلها لكن في حديث أبي رضي الله عنه قال والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يعني ليلة القدر يحلف وما يستسني وإني لأعلم أي ليلة ليلة القدر هي الليلة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقيامها ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان وهذا هو القول الأقوى بين العلماء إن هي في ليلة السابع والعشرين لكن ما ننساش حديث النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في الوتر من العشر الأواخر من رمضان وفي حديث تاني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها في ليلة تسع يبقين أو سبع يبقين أو خمس يبقين أو ثلاث يبقين أو في آخر ليلة يعني ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 في الليالي الوطرية من العشر الأواخري بعد ما ذكرنا الأدلة اللي تقول إن هي في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان حنلاقي لطيفة جميلة جدا في القرآن الكريم في صورة القدر بتأكد على المعنى ده إن ليلة القدر في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان وده اللي قاله العلماء استنباطا من الآيات قالوا إن ليلة القدر ليلة 27 لي يا جماعة قالوا أصل لو عدينا الكلمات الموجودة في صورة القدر من أولها لحد ما نوصل للضمير بتاع اللي بيعود على ليلة القدر في آخر آية اللي يا سلام إن هي حتى مطلع الفجر حلو لفظ هي اللي بيعود على ليلة القدر هو الكلمة رقم 27 في الصورة فلما تقرأ الآيات والكلمات وتركز فيها تجد إن لفظ هي هو رقم 27 بالفعل إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي عنده تجد الكلمات 27 كلمة فقال بعض العلماء إن ليلة القدر تكون في 27 من شهر رمضان الله عز وجل أيها الشباب أيها المسلمون عظم لكم العمل والطاعة والعبادات والقيام والصلاة والذكر والتسبيح والاستغفار في هذه الليلة فقط فجعل فضلها خير من عبادة ألف شهر أكثر من 80 سنة ليس فيها ليلة القدر اكتهدوا وتقربوا إلى الله عز وجل في هذه الليلة فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه